اغرب تسع حقائق عن جسم الإنسان أولا العيون هل تعلم أن الجزء الوحيد من جسم الإنسان الذي لا يصله الدم هو قرانية العين هل تعلم أن العيون الزرقاء هي الأكثر حساسية ضد الضوء أما العيون السوداء فإنها الأقل تأثرا بالضوء هل تعلم أنه لا يوجد دليل طبي على تعرض عين الإنسان للضرر إذا ما قامت بالقراءة في ضوء خافت ثانيا حرارة جسم الإنسان هل تعلم أن كمية الحرارة التي تنبعث في اليوم الواحد من جسم الإنسان كافية لجعل أربعين لتر من الماء تصل إلى درجة الغلايا هل تعلم أن درجة الحرارة الطبيعية 37 درجة مئوية قد تزيد أو تنقص بمعدل درجة أو أكثر ففي الصباح تكون درجة الحرارة المرء أقل وبعد الظهر تصبح أعلى بعد الشيء هل تعلم أنه لا تعد الحمى مرضا في حد ذاتها بل هي علامة على وجود سراع داخل الجسم مع التهاب الناتج عن جورثومة وقد تساهم درجة الحرارة في القضاء على الوباء ثالثا الأذن هل تعلم أن الأذن اليسرى أقوى سماع من الأذن اليمنى بصفة عامة هل تعلم أن أصغر عظم في جسم الإنسان توجد داخل الأذن وتعرف باسم عظمة الركاب هل تعلم أنه إذا وضعت سماعات لمدة ساعة واحدة على أذنك فهي كفيلة بتضاعف البكتيريا في أذنك بمعدل سبعمائة مرة رابعا الماء هل تعلم أنه إذا فقد الإنسان عشرين في المئة من الماء جسمه فإنه يموت حتما هل تعلم أنه يشرب الفرد الواحد في العام مقدار طنين من الماء خامسا الدم هل تعلم أن دم الإنسان يقطع مسافة تصل إلى تسعة آلاف كيلومتر يوميا عبر الأوعية الدموية المختلفة هل تعلم أن عدد كرات الدم الحمراء في جسم الإنسان خمسة وعشرين بليون كرية سادسا العظم والعضلات هل تعلم أنه عندما تتكلم فإنك تستخدم ما بين سبعين وتمانين عضلة مختلفة هل تعلم أنه يحتوي جسم الإنسان على نحو ستمائة عضلة وتشكل تلك العضلات ما نسبته أربعين بالمئة من إجمال وزن الشخص هل تعلم أنه يولد الإنسان بدون العظمتين اللتان تغطيان الركبتين ولا تظهر هاتان العظمتان إلا بين الثانية والسادسة من العمر سابعا الشعر هل تعلم أنه تحتوي لحية الشخص البالغ على ما يتراوح بين سبعة آلاف وخمسة عشر ألف شعر هل تعلم أن حاجب الإنسان الواحد يحتوي على ما يتراوح بين أربعمائة وخمسين وستمائة شعر ثامنا الرئى والتنفس هل تعلم أن الرئى اليمنى لدى الإنسان تستوعب كمية من الهواء أكبر من الكمية التي تستوعبها الرئى اليسرى ويرجع ذلك السبب إلى وجود القلب أسفل الرئى اليسرى هل تعلم أنه عندما تعطس تتوقف جميع الأجهزة في جسمك عن العمل بما في ذلك القلب هل تعلم المعلومة التي تقول لا تحاول أن تكتم العطس في داخلك لأن ذلك قد يؤدي إلى تمزيق وعاء دموي في رأسك أو رقبتك وهو الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة في بعض الأحيان تاسعا النوم هل تعلم أنه عندما ينام المرء يزداد طول قامته بمعدل سنتيمتر واحد تقريبا وذلك لأن الجسم يكون بحالة استرخاء ثم يعود طول قامة كما كانت بعد الاستيقاظ وفي النهاية لا تبخلوا علينا بإجاب لتقييمنا أو تعليق صغير لدعمنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة لتصلكم باقي حلقاتنا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر